نظم نادي راشد الفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق الثالث والعشرين لهذا الموسم والذي أقيم على كؤوس الهيئة العامة للرياضة وكأس نادي راشد الفروسية وسباق الخيل وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير بحضور عدد من أصحاب السمو وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل وقد قام سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة بتتويج الفائزين بكؤوس الهيئة العامة للرياضة حيث قدم كأس الشوط الرابع إلى هادي إبراهيم العفو وكأس الشوط الخامس إلى حسين إبراهيم العفو وكأس الشوط الثامن إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة فيما قام الشيخ سلمان بن راشد الخليفة المدير التنفيذي لنادي الراشد الفروسية وسباق الخيل بتقديم كأس النادي للشوط الثاني إلى المضمر الفائز حيدر إبراهيم وكأس النادي للشوط السابع إلى سمو الشيخ هاشم بن محمد بن سلمان الخليفة هذا وقد اجتمل السباق على ثمانية أشواط